تعاني شوف بقى الوهم بقى اللي مش وهم خالص مش كده افجان طلع وهم قادي الاصابات طلعت مش وهم قش معي بقى على اللي مش وهم وحيا بجد ادعك لا ما ادعكش هنيك ملاش ادعك هنيك ارجوك صح صح كده وانتبه وضرب لك كوبايت شا عشان اللي جاي ده هيوجعك قوي بص اللي بيحصل في الكنيس مش وها اللي بيحصل في الكنيس المصرية مش وها اليومين دول عيد كده او مناسبة مسيحية اسمها اسبوع الالام تعاني شوف وفي حد الزعف وفتاع قبل شامل النسيم والحاجات دي تعاني شوف ادي كاهنة هون في الفيديو كاهن في المينيا بيحتفل في الشارع بحد الزعف اتفرق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حلوه قوي لما طلعوا مسلمين في اسكندرية يكبروا ومشوا في الشارع قالك الاخوان حردوهم وما اكتفوش بكده دول قابضوا على الناس منهم طب انا بقى اتحدى مدير امن المينيا يطلع حقه مع الراجل ده لما طلعوا بعض الشباب بجاهل شديد يكبروا في الشوارع طلع الاعلام استساوي كله يقولك الاخوان المسلمين حردوهم وما اكتفوش بكده بل ان قوات الباسلة لمديرية امن اسكندرية طلعت تردتهم وابضوا على بعض منهم طب دلوقتي فين وزير الداخلية للرجل ده الامص ده الراجل طالع في الشارع عادي جدا بيأمل طب حال ده لا يساوي الله اكبر الله اكبر اللي كان يقوله لها الناس الله اكبر وكبير اللي كان يقوله لها دي والذي تعويزة او صلاة تطارد الكورونا بينما الله اكبر وكبيرة تجيب كورونا يا جماعة انا بقول لكم ساوي المسلمين بالمسيحين في مصر يا اخوانا والمصحب بقولها بصوط عالي نطالب نحن كمسلمين بمساواتنا بالمسيحين في مصر بس كده بس كده فقه ده اهو بيقولوا في عاجل التحقيق مع القموز ده تعريبا فين المخلوق عليهم فين اه اه بيعرضي الخبر بتاع الابضع لتاع اسكندريل اللي قاله الله اكبر الله اكبر اهو يعني يا جماعة لما طلعوا المسلمين قالوا الله اكبر في الشوارع ايه تضحكي واتسريخ وهي ايه ايه وطلعوا وطلعوا اللي قال لك اخوان واللي قال لك مغفلين واللي قال لك بصوا الجهل طب الرجل جايب فرقة موسيقية كاملة كنسية وده يريلف في الشوارع كلها لا وايه على اريحيته اوي والله لو في كنسة ما يكون مرتاح كده ده ايه الحلاوة دي وماشي في الشارع بقى والستاب بتزغلت من بلقونات لكن احنا كمسلمين لا انا بقولنا يا جماعة عملوا هاشتاج نطالب بمساواة المسلمين مع المسيحين في مصر طب اتفرج ده بقى غلط غلط برضو في المينيا الاحتفال بحد بعيد الزعف حد الزعف في شوارع المينيا العب يا عالي الله يخليك العب العب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بص كم الأطفال قدي أنت شايف كم الأطفال قدي على فكرة هنا منين أطفال تخرج أصلا عشان هم أسرع إصابة بكورونا بص الأطفال قدي شايف الأطفال يا علي رحملك الأسيس بص شايف الأطفال قدي شايف كم الأطفال عادي جدا عادي في المعادي عادي في المينيا ليه بقى بيعملوا كده هو الحقيقة أنه يعني البابا تودرس طلع قال الدولة لم تجبرنا على غلق الكنائس هاو الراجل قال منازل من يتحول إلى كناس في أسبوع الألام ده المصر اليوم لا بس يعني منازل من يتحول إلى كناس هي الكنائس تقفلت ما تقفلتش منازل من يتحول إلى كناس هادي الناس زيطة في المساجد هاي قصدي في الكنائسة واعدين ويتحولوا بيحتفلوا وكل 15 واحد ممكن يحتفل في البيوت بس هو ليه في البيوت لأنه أصلا الراجل قال طلع بابا تودرس قال الدولة لم تجبرنا على غلق الكنائس لكن صحة الناس أهم ده اللي قال بابا تودرس هاو الدولة أجبرتنا على غلق المساجد لكن لم تجبر المسيحيين على غلق الكنائس كويس جدا بس نجيب جبرايل صالح يجدب على طريق مصطفى بكر ويقول إيه بقى كفت الكنائس مغلقة التزاما بتعليمات الدولة رغم أسبوع الألام الراجل ده هجس قوي نجيب جبرايل ده وبياكل عيش على يعني بياكل عيش من دم المسيح يا راجل يا قداب إذا كان الرأس الكبيرة بتاعك بيقول لك الدولة لم تجبرنا على غلق الكنائس إنت تيجي تقول إن إحنا ملتزمين بتعليمات الدولة في غلق الكنائس أو كفت الكنائس مغلقة التزاما بتعليمات الدولة رغم أسبوع الألام لما الراجل الكبير بتاعك الذي يجلس على كرسي البابا ويقال إنه لا الدولة لم تجبرنا طيب سيبك من الكنائس طيب والزفة بتاعة المطهر في الشارع دي إيه رأيك فيها نجيب ها ولا وما تقولش دي ناس قوعة تقول لي دي مجرد مشاعر ناس زي اللي طلعوا في اسكندرية كده قالوا الله أكبر الله أكبر لا ده فيه واحد أسيس ركب على أحمر مطرن كبير وحواليه مجموعة شمامسة أو حاجات كده والفيديو التاني بتاعلى الصغيرة فيه أسيس في وسطهم الراجل يظهر كانت مدرس الأحد شغالة فالرجل سخن وخلص المدرسة الأحد وقرر يخرج يعمل مزاهرة في الشارع لتنصير الشارع كله قادي قادي رد بقى تعال شوف بقى عندنا خبيتنا التقلة بقى اتفرج على وزير الأواد بقول لك ايه دعاة فتح المساهد جاهلة وحمقة ويجب وحكمتهم بالخيانة الوطنية تمانا بالله عليك الراجل ده جماعة واصل لمرحلة انه أفاغ بطريقة والله العظيم ودكتور على طب والناس اللي فاتح الكناس يا مختار جمعة والناس اللي طلع تزيط ولا ملك شفدها رأيك موسيقى